هو بدوي الحج بدوي الحج من موليد بلدة أردى قضاء صغرته لبناني الشمالي أنهى علومه الثانوية في مدرسة الأباء الكرماليين مجدلية وتخارجا من صف الرياضيات 1988 دخل كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الفرع الأول ترابلس ومن ثم هاجر إلى سدني أستراليا في أواخر شباط 1990 حيث عمل في الصحافة المهجرية والإعلام وفي الوقت عينه دخل كلية الهندسة لمتابعة تحصيل الجامعي تخرج مجازا في الهندسة المدنية من جامعات سدني 1997 عمل في الهندسة مع كبرى شركات سدني حتى تأسيسه شركته الخاصة في المقاولات والبناء عام 1912 قرر العودة نهائيا إلى ربوع الوطن الأم حيث دخل معترك الهندسة والمقاولات وعاد إلى نشر بعض مقالاته وأشعاره في الصحافة اللبنانية عضو في نقابتي الهندسة في أستراليا ولبنان له في الشار ولو بعد حين اصدار خاص 2014 قامت في فراغ أبيض دار نيلسن للنشر 2016 نقرأ اليوم من كتاب بدوي الحج لاهثا يبتلع الهواء لاهثا يبتلع الهواء كنت أمتلك كهفا يرقص فيه الموج على ارتجاف في القصبة تحت الريح حرا كراية بعد انكسار الجسد فيه بقي بلا روح لاهثا يبتلع الهواء بلا نهر بلا ماء بلا عقيدة هذا الكتاب اصدره في دار المؤلف اي تينك في لبنان ولنرى من بعض القصائد عند الكتابة الناشر كتب عن بدوي الحج هذا الكتاب كلنا يعلم ان الغربة لا تعني بالضرورة الانشقاق عن الوطن ولاهثا يبتلع الهواء كهي الدليل على شفافية الشاعر وعن تجربته الحياتية الصادقة التي تجلت لنا من خلال قصائده هذه حيث جاءت تعبيرا عن كل ما يختزنه في داخله من افكار وهموم لم تنسه ارض وطنه لم تنسه ارض وطنه الذي انطلق منه الى عالم الاختراب وعن تجربته الحياتية الصادقة لما تحمل في جوهرها من عشق وتمرد لاهثا يبتلع الهواء الكتاب هذا الذي بين يديه الان كتاب يحمل بين جنباته معاناة الشاعر التي تمخضت حبا وثورة وحرية باسلوبه السهل الممتنع وبساطة عمقه تلك الكلمات صدرت عن الناشر من دار كما ذكرنا دار المؤلف للكاتب او الشاعر وبدوي الحج ماذا قال عن المرأة امير اغواه الحزاء في بئر طفولتي بعيدة تصدح الاغنية كمن يحاول الاختفاء خلف غمامة او يعود الى درج الاشتياق مضى الشتاء وحدها لا تزال باقية في الرابع عشر لم يكن القلب يجرؤ على الاختناق ارتعش كلما مرت التفاتة خجل وبضع كلمات ارتعش اكثر حين ترحل مع الغياب كما نرى التعابير الصور الشعرية التعابير الدفينة حول الفتاة وهو في الرابع عشر من عمره اجده اكثر عزوبة غريبة تلك السمكة تهوى ادونيس وتسبح في زل عشتروت تشرب من ذلك النهر وترميه بحصات احضك في الماء بلا هذيان او خجل كل الرسوم رسومي كل العيون عيوني لوجه يبحث عن شيء ينظر الى السماء يبحث عن الصدى مضى الضوء ولم تكون هناك اضل العشق بنظرات شمسية في زوايا ضيقة في عرض الصحراء بلا ماء شفاها رطبة في وجه الرمال وتهمسين لهذا الكون تعال نرحل بعيدا من زحمة هذه الشوارع قريبا من الفضاء النائم فتنسان الريح اكتب لك عن فستانك الصيفي في ظلال المساء وفي الصباح الهجين ابقى هنا انا ناطورا للهوى الله على التعابير الدفينة القيمة اتجاه المرأة سأقرأ ايضا ما بين غياب وغربة لانا نحن نعيش في بلد الغربة وتهمنا سواء كما ذكر الناس الغربة ليست مقتصرة فقط على غربة الوطن ولكن هناك غربة يجعرها الانسان ممكن بنفس المنطقة الذي يعيش فيه عندما يبتعد عن احبائه واصحابه واصدقائه سنرحل جميعا دون استئزان في انعطافات النهرية خارج النوافذ والابواب بين رائحة القهوة وغليوني في عيون العابرين ما تبدل شيء في الطريق من المرآة الى غرفتي انا اليوم فصل مضى او صددت بابي على البرق صددت بابي على البرق والرعد وعلى كل غمامة وريح انا اليوم قصيدة غاب عنها اللحن والكلام انا الصامت الاول رغم اني ملزم بالصراخ لا اتقن تزحلك فقد تسقط كل الجسور واغرق بين الزحام بالحبري تزحو رحيقاً عفناً او محنطاً وطن ثانيًا قادم من مجاهل غير مرئية في علب الهدايا وطن على اهبة الشعب اشخاله يدوية طائراته من ورق الوانه رمادية سلاحه من حجر بعيداً من السلاطين والملوك وبلغة الدار والعشيرة وطني تقاصيم وجهك غربة تأوهات على وطر الغروب بعيداً من لهاث الهموم والكآبة وطني تقاصيم جسدك غريبة تأوهات على وطر الطائفية تأوهات على وطر الحروب أسرعي أسرعي إلى هناك إلى باب الفرن حيث أكثر الوجوه بؤساً أسرعي لم يحن وقت الاستراحة بعد فالأطفال موتى والوطن دميا أسرعي قبل كنس الفتات عليهم علهم يقتاتون بعضاً من كسرة الكرامة كما نرى التعابير المجازية المتافور السيميليز الصور الشعرية الجميلة اشتركوا في القناة